هاتي نقرة هذه ابتداء من الآية السابعة والعشرين من سورة المائدة أي سورة؟ بظنك بربك أن جعلها في المائدة هكذا جزافاً أم بحكمة وعلم؟ يعني إن كانت للتربية ألا يحسد أحدنا أخاه فأحرى أن تكون في الحجرات لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموا فهذه سورة الحجرات لو كان فيها أنه قتل أخاه حسداً لكانت في سياقها إنما إذ جعلها الحكيم العليم في المائدة فقد وجب عليك أن تقرأ السورة والسور السورة السور السوار باب واحد واضح؟ ببدء وخاتمة يبدأها الله يختمها الله يقول فيها ما يريد تجد عن موسى في القصص ما لا تجده في الشعراء وتجد في الشعراء ما لا تجده في النملي فإذا جمعت هذا علمت كل الأمر عن موسى إنما قال في النملي ما لم يقوله في القصص لأن القول في النملي فصار سور النملي بسياقه أقرب يعني ليفهمها العبد فقيل في موسى هذا يعني في سورة النملي يعني في طاها فلما أتاها في القصص لما أتى عند النار فلما أتاها في النملي فلما جاءها لأن سورة النملي المجيء أحق من الإتيان المجيء أحق من الإتيان يعني تحقيق يعني قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا اسمع أنت لم تأتي ومن بعد ما جئتنا فالمجيء أحق وأثبت وأوقع من الإتيان سورة النملي فيها ما فيها من التحقيق وجئتك من سبأ بنبأ يقين قال الله فيها إنك على الحق المبين فهذه السورة التي فيها التحقيق والحق ويأبى الله فيها التخريص واللجاجة والظن والزخارف كما فعلت ملكة سبأ بالتالي فيها المجيء هكذا الآن هذه في سورة المائدة ما المائدة فالأصل إذا جئت لتقرأ القصة ابني آدم تقرأها من المائدة تبدأ يا أيها الذين آمنوا تختم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي يا إلهي من دون الله تتوسط ما فيها من الأوامر والنواهي والأحكام والحكم فإذا اجتمع لك هذا علمت لما أو كدت أن تعلم لما جعل الله هذا هاهنا هذا أول التدبه قلنا لكم لزاما إذا أردت أن تدرس آية لازمتك سورتها قصة لازمتك سورتها وإن كانت لها مثنيات عليك أن تجمع لها أخواتها هذا قلنا الآن هذا في سورة المائدة ماذا يعني أنها في سورة المائدة وإن